السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيك يا حبيبة عاملين ايه يا ربي دايما انتو كنوا بقال في خير ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى صنية كيكة من غير بيت وحتكون هشة جدا وطرية وزي القطن بجد تحفة وحقولكو على بديل البيت طبعا البيت معروف انه هو مادة اساسية في الارفع الكيك انا هقولكو على مكون بسيط جدا وسهل حيرفع معانا الكيك وممكن تزينيها بسوس شوكولاتة او سوس كرامل او سوس فراولة اي نوع تحبين وممكن تحشيها من جوه مقدرها جدا بسيطة وسهلة يلا بينا نشوف الطريقة مكونات الكيكة معايا كوبايتين دقيق كوباية الا ربع سكر كوباية الا ربع لبن اقل من نص كوباية زيت اربع معالق كبيرة كاكاو كيس بيكنج بودر معلقة كبيرة خل معلقة صغيرة بيكنج سودة اللي هو الكربوناتو ثلاث موزات مستويين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الموز لما يكون مستوي بالشكل ده بيدينا نتيجة حلوة قوي في رفع الكيك وطبعا بيكون ليه فايدة كتيرة كلنا عارفينها وفيه نص كوباية لبن هتكون سخنة معانا لفك الخليط النص كوباية غير الكوباية الا ربع في مقدار الكيك اول حاجة هنعملها هنبتجي ننخله دقيق لازم دقيق يتنخل كويس لان بيخلي الكيكة هشة جدا وطرية ولازم تنخليه مرة واثنين عشان يدينا نتيجة حلوة قوي في الكيك بعد كده هنبتدي ننخل الكاكاو لان بيكون فيها تكتلات وحبيبات لازم ننخلها كويس وهحط البودر وهحط الكربوناتو او البينك سودا وننخلهم كويس هبتجي بقى قلبهم وهحط رشة ملحة صغيرة جدا في قلب الكيكة هجيب بولا وحط فيها الموز وحط السكر وحط اللبن وحط الزيت وحط الخل وحط الفانيليا كسين فانيليا بعد كده هبتجي حطهم في الخلاط واضربهم كويس بعد ما ضربت المكونات في الخلاط هبتجي حطه على المواد الجفة وابتجي يقلبه كويس وانا بقلبه كده الخليط هيكون تقيل جدا شايفين تقيل ازاي هبتجي يجيب نص كبية اللبن السخنة مش سخنة قوي قوي يعني سخنة حاجة بسيطة هبتجي افض دي على الخليط شايفين الخليط تقيل ازاي هبتجي يحط نص كبية اللبن عشان افك بيهم الخليط بعد كده هبتجي اقلب بالراحة افك الخليط بالراحة كده وده سمك الخليط اللي احنا محتاجينه بعد ما فكيناه بنص كبية اللبن انا جبت صنية وبطنطها بالدي بعد كده هبتجي اصب خليط الكيك ممكن بدل دي تستعملي كاكاوترو الشي في قاع الصنية وديها خبطتين عشان لو فيها فكعات تبتدي تخرج منها بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة هي خدت معي في الفرن ساعة هبتدي حضر سوس الشوكولاتة انا معي اجبتي معلقتين نوطيلا اه انا معي نوطيلا سما هبتجي احط عليهم معلقتين لبن سخني جدا او مية يعني بديل اللبن ممكن مية وابتجي اقلبهم انا زودت كمين معلقتين يعني انا زودت اربع معالق كبار لبن سخني جدا بيغلي على معلقتين شوكولاتة سما هبتجي اقلبهم كويس ده سمك الخليط اللي انا محتاجه بعد ما الكيكا خرجت معينا من الفرن وسبتها بردت شوية ده شكلها بسم الله ما شاء الله طرية جدا وهشة وزي السفنجة بالزبط شايفينه مرتفعة ازاي طبعا دي مكانة دقيق الابيض انا هبتدي شيلها شايفين طرية ازاي هبتجي بقى زينها بسوس الشوكولاتة ولو عندك سوس كراميل او سوس فراولة اي حاجة ممكن تحبيها للتزين وممكن تفصليها نصين وتحشيها من جوه بكريم شانتي بعد ما زينتها هبتجي قطحها وحنشوف قلبها من جوه هاخد قطعة شايفين طرية ازاي هبتجي ااخد منها قطعة كده وحنشوف القلب من جوه هشة جدا وطعمها بجد طحفة يا ربي يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه ياريت تعملوا لايك كتير وشير ولو اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي اللي بنزلها جديدة والسلام عليكم ورحمة الله